مسائل ورد مسائل العتاب المحترم العتاب نعم تعشل الصفر ولا ايه لا 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 اتكلمت تسع دقايق وحداشر ثانية عن محمد رمضان انا ايه اه تسع دقايق وحداشر ثانية اه انا هقول لك بقى انا هتكلم عنه بقى وقت طول جدا عايز اقول لك انا نشغل به ليه هو نفسه ننشغل به بس خلاص ده العتاب الاول احسنت الهتاب التاني طب لا قبل لازم اقول لك الهتاب التاني طب حقوله حتقوله طبعا بس عشان بنقفل واحدة واحدة اقدر اصدر عدك حق تماما تماما في اللي حالك قلته انه خلاص واضح انه هو بيعمل كده عشان كده عشان ننشغل به وعشان نتكلم عنه عشان ندينه مساحة كبيرة بس نعمل ايه في الضحايا ما هو بيعمل كده بيخلف وراكم ضحايا زي الطيارة اللي ارحمه اللي مات وزي الاتنين بنات النهاردة اللي ضيع مستقبلهم فاحنا مش بنتكلم عشان هو ندينه حقه من الكلام بس عشان نقوله ان انت بتخلف وراك ضحايا وخساير الناس بلاش زم فهو ده الهدف لكن خلاص انا اسف انا اسف بقوا 11 دقيقة انا اسف الهداب المحترم التاني صدر محمد الشناوي انا عاشق صبابة له انت بتنفعل ليه اللي حصل بينه وبين الحضري محمد الشناوي حارس مرمى الكرة المصرية الله عليك نعم تمام وعسام الحضري حائط سد الكرة المصرية مظبوط وكلا من عسام الحضري ومحمد الشناوي في رأيي انهما امهر لاعب الكرة المصرية تمام ولما بيتقال في المنتخب ان الكابتن محمد صلاح انا بقول الكابتن محمد الشناوي الله عليك بس بس خلاص وصلت وضح الامر وصلت كيف عايز اقول لك ان انا لقيت في الاسانسير في الامارة ورقة متعلقة بتقول في اعمار البيت حضرتك نعم اه ابني يعتفد الليلة بزواجه ويودع العزوبية مع اصدقاؤه وفي شائته رقم تسعة وربما يكون الاحتفال مزعجا بعض الشيء بسبب المزيكة ومكبرات الصوت نعتذر ونتمنى لكم افراحا دائما في الامارة ده مين ابو الاخلاء اللي عامل الورقة دي تسمح لي اضيف اه طبعا ابو الاصول اه صح وابو الرقي وابو الرقي هي ثقافة شعب ده ايه ده ده انا بتكيف منها اوي 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 وانا لما دخلت الاسنسير لازم تنبصر وشفتها بصت كده وانت قد عبتله تترفون قلت له انت اثبت الروقي الجديد وانا مستريح وخبطه زمن توعوزين ده انا عايز اقولك انها لفتة للأسف 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 نادرة اه وفي الاسنسير اه للأسف نادرة في مجتمعنا اه وهي فكرة على فكرة ما انا مش حكلم مش هقدر باعت ده جزء من اللي كنت بكلم فيه عن محمد رمضان اه وهي فكرة التفكير في الآخرين اه ان مش أنا من بعد التفان فاللي عمله الاستاذ ده جارك اه فكرة انه بفكر في الآخرين قبل نفسه نعم طبعا هحتفل وعايز افرح بمديد بزب السنعانس ده حيمثل ازعاج اه فانا بقول للناس خلوا بالكو النهاردة عندنا حفلة كزا بزب واحتمال الصوت يبقى علي شوية فارجوكم استحملونا كم ساعة دول علش هي لفتة جميلة جدا 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 عشان كده اطلقت عليها الاصول ابو الاصول ليه الاصول بتاعد عندنا لا وعلى فكرة هي فيها كمان زكاء نعم طبعا يعني الاصول والزكاء وبيعتزل مقدما وهو انت دلوقتي حتى لو جالك صدع نصفي تقدر ولا در اقول كلمة غراص مش انت قلت له اعمل انت عاوزه اعمل انت عاوزه تقدر بقى تخبط وصمتنا معناه الموافقة طبعا فبالتالي ده جانب من جوانب الرقي دي لفتة حلو المائدة دي دورها يا تامر فيما اتصور وانت طبعا تشاركني في هذا نزرع بعض التصرفات الراقية في المجتمع صح نزرعها ونسبها نصبو يصح يتنبت